هذا الأسبوع حنعمل مع بعض ميل برب مرة سريع وسهل وما يقرب على المطبخ أهم شيء تقدروا تقسموا الميل برب حقكم على يومين هذا الشيء اللي أنا أحب أسويه يوم أقضي وفي نفس الوقت أغسل وأقطع بعض الأشياء وتاني يوم أحضر كل الوجبات فكده أختصر على نفسي وقت أكتر وأكتر حنعمل دجاجة كاملة بالطبخة البطيء وحنعمل لحمة بنكات صينية مرة لذيذة هذه الوصفة وأول مرة أسويها وحنعمل بارزة تمر مرة مناسبة لللنش بوكس وكده على الماشي تاكلوها وحعطيكم سامبل لللنش بوكس اللي أنا سويته وكمان عملت كفتة التونة وحنحضر السموذيز للأسبوع بشكل مختلف وآخر شيء كمان حنعمل سلطة رهيبة أول شيء حنبدأ باللنش بوكس هذا اللنش بوكس بقى سويه لزوجي عشان ياخده في الصباح وياكله على طول يعني أول ما يصحى يسخن التونة وياكلها ما أفضل التونة تجلس وقت طويل في اللنش بوكس وطلع ريحة فهو بس حبيت أوضح هذا البايت حنحط أول شيء التونة والبقسمات وبيضتين حطيتها في الأخير ثلاثة بيضات لأنه هذا بيض بلدي وكان صغير حسيت أنه احتاج بيضة تالتة والبكدونس وملح وفلفل أسود وخلط كل شيء بيدي لما حسيتها متماسكة لأنه ما حسيتها متماسكة فسويت بيضة فممكن تعملوا نفس الشيء إذا البيض حقه قمت صغير وبعد كده كورتها وعملتها زي الباتيز وحأبدأ أشويها على النار إذا ما حتاكلوها خلال الأيام الجاية فممكن تخزنوها بهذا الشكل في الفريزر قبل ما تقلوها على النار في مقلاية كبيرة تحطوا أي زيت يتحمل الحرارة نحستخدمت زيت الأفوكادو وحأقليها على كل جهة تقريبا أربع دقائق أو إلما لونها يتغير ويتحمر بهذا الشكل إذا حتعملوها كلها زي ما أنا سويت وتخلوها في التلاجة فما أفضل تخلوها أكتر من ثلاثة أيام بعد كده حنسوي بارز التمر أخدت فكرتها من البارز الجاهزة اللي بنشوفها في السوبر ماركت بس ما تكون مطبوخة أنا قررت أني أخبزها شوية كده حسط طعم ما هيعجبني أكتر في محاضرة الطعام أو خلاط قوي حنحط كل المكونات حنحط التمر دقيقة اللوز وجوز هند مبشور وبعد كده ححط دقيقة دخن تقدروا تحطوا البدائل اللي حكتب لكم هي لأنه تزبط بأكتر من طريقة وهنا حطيت رشة غرفة وفانيلا كنكهات إذا تبغوا تقدروا تضيفوها وحنحط ملعقتين من زيت جوز الهند أو زبدة مذوبة حنخلط المكونات إلى ما تمتزج بس كان في نقطة مهمة إذا التمر حقكم قاسي ومو زي الرطب اللي استخدمتوا فممكن تنقعوه في موية مغلية إلى نيطرة وبعد كده تصفوه من الموية وتضيفوه مع باقي المكونات والخليط حيكون معاكم ستيكي وتحسوه شوي سائل بس كله حيزبط وحيتماسك لما ندخلوا الفرن حندخلوا الفرن من 15 إلى 20 دقيقة نبغى يتماسك ويتكمر شوي تقدروا تحطوا رشة من هذا الملح الفليكس إذا عندكم وبعد ما دخلوا الفرن ويخرج ويبرد تماما تقدروا تقطعوه لا تقطعوه هو لسه حار لأنه ما حيصير معاكم متماسك لازم تستنوه يبرد عشان القطع تتماسك التكسشر حقه يشبه البارز النية اللي بنشتريها من السوبر ماركت اللي قلت لكم عليها بس حبيتوا أكتر من الأشياء الجاهزة وحلو فيه إنه كل المكونات أنا مختارتها وعارف إش هي واحدة من الأكلات اللي مرة سهلة علي الدجاج المشوي لأني أحطه زي ما هو مع الخضار وأنسى عنه وأبدأ أجهز أشياء تاني في المطبخ كل اللي عليكم تسووه تقطعوا أي خضار أنتوا تحبوها أنا حطيت حبتين بطاطس وحبتين من الجزر وحبتين من الكوسة وكمان بصلة أحب أقطعهم يعني حسب قداش تستوي بسرعة الكوس عشان تستوي بسرعة فأقطعها أسمك شوية من الجزر والبطاطس أنا حستخدم السلو كوكر بس بدالوا تقدروا تستخدموا الفرن حكتب لكم الطريقة حقت الفرن حتلاقوها في الصندوق الوصف مرة سهلة يعني نفس الشي بالضبط بس الفرق إنكم حتحطوه في الفرن أنا لأنه عندي هذا الجهاز فأحب استخدمه لما تجين الفرصة حندهن البهارات اللي عملناها مع زيت الزيتون وحدهنها في كل الدجاجة وكمان حاولوا إنكم تدهنوها من جوة وإذا تبغوا تحطوا قطعة ليمونة أو ربع ليمونة جوة الدجاج كمان تعطي نكها حلوة وآخر شي خلوا شوية من البهارات عشان تحطوها على الخضار أنا لأنه هذا سلو كوكر فأقدر أسيبها عادي وقت مرة طويل يعني بالساعات وبعد كده لما أخرجها من السلو كوكر وتكون استوت أحطها في الفرن بس عشان تتحمر من فوق الطريقة كلها حتكون مكتوبة بالتفصيل في رابط المدونة موجود في الديسكريبشن هادي وصفة تانية مرة عجبتني لأنه سهلة وسريعة وبنفس الوقت تحسوا كأنكم بتاكلوا من مطعم أول شي حنخلط باربيكيو سوس مع سوي سوس وميبل سيرب هادي ثلاثة المكونات حتعطيكم النكهة الرهيبة اللي تحسوا من جد بتاكلوا في مطعم صيني بعد كده حاولوا إنكم تخلوا كل الخضار مقطعة وجاهزة قبل عشان وقت الطبخ يكون مرة سهل بس تحطوا كل شي على بعض في مقلاية كبيرة حنحط زيت أنا استخدمت زيت أفوكادو عشان يتحمل الحرارة وحنحطها اللحمة ونحاول نفردها كده بالتساوي عشان تتحمر بالتساوي من الجهتين حخليها على كل جهة بالضبط دقيقتين أنا حطها على الحرارة عالية لأنه أبغاها تاخد لون التقمير اللي أنتوا شايفينه وبعد كده حعطيها يعني كمان دقيقتين من الجهة التانية إذا طبختوها بزيادة حتنشف معاكم ويصير فيها عضة لما تحسوها قربت تستوي تقدروا تضيفوا نصف كمية الصوص اللي جهزناه حنقلب شوية بس إلين ما يتقل الصوص وبعد كده نشيلها ننقلها على أي زبدية أو صاحة نتحمل الحرارة ونغطيها ونتركها على جنب في نفس المقلاية حنضيف ملعقة من زيت الأفوكادو وحنشوي الفطر إلي ما يتحمر معانا أحب إنه ياخد هذا اللون وتحسوا إنه هو شوية كده أتقمر وبعد كده حنشيله ونضيفه مع خليطة اللحم ونخليهم على جنب ونبدأ نجهز الخضار في نفس المقلاية نحط ثالث ملعقة زيت وحنضيف عليها الخضروات كمان ممكن تضيفه بصل بس أنا قلت بما إنه حق لنش بوكس فما أبغى أحط بصل والريحة تصير قوية أنا عندي مشكلة مع الروايح لأنه أيام المدرسة كنت مرة ضايق من البنات اللي يجيبوا بيض أو تونة أو أي حاجة تعمل ريحة قوية في الفصل فاحتمال إنه زوجي ياخد هذه الأكلة معاه على الدوام فقلت خلاص أخليها من غير بصل حنضيف باقي الصوس على الخضار بعد ما تتشوي أحب كده أقمرها شوية زي ما أنتوا شايفين وحنخلي الصوس إلي ما يتقل وبعد كده نضيف عليه كمان خلطة اللحمة وكده تقدروا تقدموها وهي حارة أو تعملوا زي تستنوها تبرد شوية وتحطوها في علب وتفرزنوها عملت كمان كمية رز كبيرة عشان تكفي للدجاج وكمان طبق اللحم كله حقدموه مع رز بني تقدروا تستخدموا أي نوع رز أنتوا تفضلوه أو تعملوا بديل الرز اللي هو بالقرنبيت زي اللي عملنا الفيديو اللي فات هنحن جاهز مع بعض صلطة الأسبوع هذي صلطة inspired by نصرت لكن ما هي نفس الشي استخدمت المكونات اللي عندي واللي سهل علي أن أجيبها أول شي عشان كتير من الناس معترضة أنه نحط الصوص في نفس الجار فتقدروا تستخدموا هذه العلب الصغيرة وتحطوا فيها الصوص ووقت الأكل تضيفوه بس أنا حسوي طريق كتير أنها ما شفت أنها مرة سيئة وما بتخرب للصلطة بالعكس يعني ممتازة وعملية فحطيت نصف ملعقة ديبس رومان لكل جار مع ملعقة زيت زيتون برضو لكل جار حكتوب لكم الوصفة يعني كلها على بعضها كده في الرابط اللي في الديسكريبشن بعد كده هنحط عصرة ليمون لكل جار تقدروا كمان ضيفوا شوية ملح وفلفل أسود ونخلط الصوص أنا أول شي أحب أضيف الخيار لأنه بأسويه كأنه مخلل يعني بيجلس في الصوص ويتشربه بس إذا ما تفضلوا تقدروا تبدأوا بالأشياء الثانية زي الرمان أو إذا حتستخدموا حمص فممكن تحطوا الحمص بعد كده هنحط رمان التفاح الدادة عندي قشرته بس أنا ما أحب أقشره أحب أخليه بقشرته فأخلوه بس حطوا عليه عصرة ليمون عشان يحافظ على لونه الطماطم لأنها هتجلس كذا يوم فبدال ما تقطعوها تقدروا تخلوها بحباتها يصير تحافظ على قوامها بعد كده هنضيف جبنة فتا في نصرة يحطوا جوت شيز بس أنا حطيت جبنة فتا لأنه هي اللي دائما أجيبها للسلطات الورقيات اللي هستخدمها خاص أمريكي مشكل بيبي يعني بيبي سبينيش وبيبي جرجير بس تقدروا تستخدموا جرجير ترى حيعطيكم نفس النتيجة دائما أحط جرجير مع هذه السلطات حنحط زبيب وحطيت كمان توت مجفف بس هم يستخدموا كرامبري مجفف فأي اللي متوفر عندكم استخدموه وكمان هم يحطوا عين الجمل بس أنا حطيت بيكان تقدروا تحطوا البيكان في كيس صغير أو علبة صغيرة وتضيفوه على الجار عشان ما تنسوا تحطوه مع السلطة بعدين السلطة هادي ممكن تكفي شخصين للجار الوحدة بس إذا كنتوا بتاكلوها كوجبة رئيسية فممكن تاكلوا كل الجار لوحدكم آخر شي حنسويه هو تحضير السموذيز للأسبوع بيسيكلي تحطوا كل المكونات اللي حتستخدموها في السموذي في كيس ودخلوها في الفريزر ووقت ما تبقوا تعملوا السموذي بس تضيفوا عليه سائل وأي سيدز أو مكسرات بتحطوها وتخلطوه أول شي حطيت الشي اللي أنا حاسبه سبانخ وطلع موه سبانخ وطلع الشي يسمه سلك سلك صراحة ماني متأكدة أبغى دور على داي الخضرة اللي أنا ما نعرف إيش هي بس كتير كتبوا لي في الكومنس ما حطيتها في إنستجرام وبعد كده حطيت موزة وأفوكادو حطيت ربع أفوكادو لكل كيس وحطيت أناناس أناناس فريش بس قطعناه وكتير سألوني إذا الأفوكادو حيسود أو الموز حيسود لا هذه الفواكه ما هتسود لأنه أنا على طول بحطها في الفريزر فما بتلحك تسود لأنها بتجمد على طول لكن لو حطيتها في التلاجة غالبا هتسود لما تجوا تحطوا الأشياء في الكيس حاولوا تخرجوا منه الهواء بعدين تقفلوا تقدروا تستخدموا أي فواكه أنتوا تفضلوها أنا بحاول أستخدم الفواكه اللي عندي من أول وخايف أنها تخرب فحطيت خوخ كمان حطيت كيوي ممكن تحطوا فراولة توت أي شي عندكم تحبوا بس حاولوا تخلوا الفواكه ماشية مع بعض عشان يطلع طعم السموذي كويس في الرابط اللي في الديسكريبشن كتبت لكم الوصفتين اللي عملتها بالتفصيل يصير تقدروا تعملوا زيها وانتبوا لا تشتروا ده الشي اللي اشتريتوا لأنه طعمه غريب جيبوا سبانخ السبانخ مع السموذي من جد طعمه حلو وخفيف وميبان ونفس الشي الكيل عشان نعمل السموذي حنخرج الكيس من الفريزر قبل ما نبا نستخدمه بربع ساعة عشان بس التلجي فك وبعد كده حنضيفه مع سائل اذا كنتوا تبقوا تعملوا سموذي بول فبس قللوا كمية السائل عشان يطلع معاكم قوامه زي الايتس كريم تقدروا تزودوا الموية حسب الرغبة وحسب الخلاط اذا مو قاعد يتحرك فممكن تحتاجوا تزودوا شوية سائل موية او حليب وكده نكون انتهينا من كل الوصفات حق الدالة السبوع صورت لكم كمان بس ما اخذت مني اي وقت وحتى مات قربة على المطبخ كتير هذا الاسبوع فجربوا الوصفات مضمونة وسهلة وبالنسبة للفرزنة اهم الشي تكون العلب ما تدخل اي هوا زي هذه العلب اللي انا باستخدمها عملت انبوكسنج لها في فيديو تاني اشتريتها كلها من ايكيا وبالنسبة للدجاج صراحة هذه من الاكلات اللي مرة احبها عشان زي ما قلت لكم تعملوها في البداية وتنسوها وتبدأ وتحضروا اشياء تانية فمرة ممتازة للميل برابينج ولسبب ما لما اعمل الدجاج بديد طريقة مرة الاولاد يعجبهم اكتر من لما اشوي صدور على النار اظن لانه الدجاج مرة بيكون طري وطعم التدبيلة مرة واضح فاجربوا طريقة الطبخة البطيء هتعجبكم بالنسبة للنش بوكس انا ما فرزنته لانه بس عملت الكمية اللي حتتاكل خلال الايام الجاية فخلته في التلاجة حطيت هنا حبتين من الكفتة التونة اللي عملناها وكمان اضفت حبتين من البارز حقه التمر وباقي البارز حقه التمر برضو حطيتها في التلاجة ما فرزنتها بس ممكن تفرزنوها اذا انتو تبغوا بس لانه عارفة احنا اكلها خلال الاسبوع وكمان حطيت فواكه ممكن تتحطوا لبن او اي شي يناسبكم واخر شي باقول لكم لا تنسوا تشوفوا الرابط اللي في الديسكريبشن واي روابط مهمة هحطلكم هي كمان في صندوق الوصف زي فيديوز حتفيدكم او اي حاجة تكلمت عنها في الفيديو برضو حتكون موجودة في الديسكريبشن اشتركوا في القناة